اشتركوا في القناة وضمن واجهة جديدة مع شبك امامي اصغر من المستخدم في الطراز الحالي ويتصل الشبك بمصابيح LED امامية ذات تصميم عريض ومعاصر مع غطاء محرك يحتوي على خطوط حادة واقواس عجلات اقل بروزا اما من الخلف زودت تويوتا هايلوكس 2016 بباب جديد يفتح بطريقة افضل وحصلت على مصابيح جديدة وستتوفر تويوتا هايلوكس 2016 بثلاثة محركات في اسواقنا العربية المحرك الاول يعمل على الديزل ربعي الاستوانات سعة 2.4 لتر مع شاحن تربيني ويولد قوة 147 حصان والمحرك الثاني يعمل على البنزين بسعة 2.7 لتر ويولد قوة 164 حصان اما المحرك الثالث فيعمل على البنزين ايضا وبسعة لترين ويولد قوة 137 حصان وتتصل محركات تويوتا هايلوكس بصندوق تروس او جير يدوي من خمس سرعات او يدوي من ست سرعات على محركات الديزل رباعية الدفع او اوتوماتيكي من ست سرعات كما عمل الصانع الياباني على تطوير انظمة التعليق في تويوتا هايلوكس الجديدة حيث انها مستمدة من تلك الانظمة المستخدمة في سيارات SUV الفاخرة مما يوفر راحة اكبر للركاب ويزيد من قدرتها على نقل الحمولة وسيبدأ سعر تويوتا هايلوكس 2016 من 68500 درهم اماراتي اي ما يعادل 18650 دولار امريكي ومن الجدير بالذكر ان تويوتا هايلوكس تعتبر من انجح مركبات البيكاب في اسواقنا العربية حيث تنتشر بشكل واسع في المملكة العربية السعودية كما ان مبيعاتها وصلت الى 150 الف نسخة في السوق الاماراتي منذ اطلاقها وشهد العام الماضي بيع 650 الف نسخة من هايلوكس في انحاء العالم لا تنسى عزيز المشاهد ان تنضم لقناة عرب جي تي بالضغط على زر سبسكرايب بالاسفل للاطلاع على اخر اخبار عالم السيارات على المستوى المحلي والعالمي اشتركوا في القناة